شكرا لك نانسي نبدأ الصحف بما كتبته عفوا نبدأ من السفير تحديدا في إطار مختلف وهو ما كتبته تحت عنوان تيمور جملاط نائبا عن الشوف تقول السفير على طريقته قرر النائب وليد جملاط أن يفتح الطريق سياسيا أمام نجله الأكبر تيمور من خلال توريته المقعد الدرزي في الشوف وبالتالي توريته في العمل السياسي وخصوصا التماس المباشر مع المواطنين ومطالبهم وقضاياهم الخدماتية والحيوية من دارة المختارة كما درجة عادة الزعيم الدرزي منذ مطلع التسعينيات حتى الآن ووفق الصيغة المتداولة فأن جملاط سيعلن في مناسبة قريبة عن قرار تقديم استقالته وبعدها تبدأ وزارة الداخلية بأعداد الترتيبات المتعلقة بإجراء انتخابات فرعية عن أحد المقعدين الدرزيين في الشوف الثاني يحتله مروان حميدي وقالت مصادر متابعة للسفير أن وزير الداخلية نهاد المشنوق ينتظر قرار جملاط بتقديم استقالته حتى يحدد يوما واحدا لإجراء الانتخابات الفرعية في كل من الشوف وجزين ننتقل إلى الأخبار وتحت عنوان حماقة إسرائيلية نحو قواعد جديدة للعبة تقول الأخبار هي أقرب إلى حماقة كبيرة من كونها مقامرة في إسرائيل من اتخذ القرار الخطأ باختبار المقاومة ولأن الأمور تسير على هذا النحو من الخطورة فأن السؤال عن اليوم التالي بات سؤالا إسرائيليا بامتياز إنه السؤال الذي ينطلق من ثوابت أن أي عضوان ابتدائي يقوم به العدو هو دعوة صريحة للمقاومة للقيام بما تره مناسبا في سياق فرض قواعد جديدة لما يسمى مجزيا اللعبة تضي في الأخبار الحماقة التي لا يمكن وصفها بالخطوة الجريئة تنقصها الحكمة الكافية بل ربما تنقصها الحيلة أيضا لأن لجوء العدو إلى عضوان صريح وشن طائراته غار مباشرة على سيارات تقل عددا من كوادر المقاومة الإسلامية ومجاهديها في مناطق محاذية للجولان المحتل يعني أن العدو لا يملك ساعة يشاء الأدوات التي لجأ إليها خلال السنوات الماضية عندما أقدم على عمليات اغتيال لمقاومين لكن من خلال عمليات أمنية جعلته غير مضطر إلى تحمل مسبق للمسؤولية عن الجريمة وعن رد الفعل الآتي عليها تضيف الأخبار بيان المقاومة لم يضف على النعي أي عبارة سياسية تعكس تفكير قيادة المقاومة في الخطوة التالية لكن كل الأجواء التي سادت إثر الجريمة وطبيعة الاستنفار القائم من جانب العدو ثم استنفار ديبلوماسي لم يظهر بكامل عناصره بعد بغية احتواء الموقف تدل على أمر واحد وهو أن المقاومة سترد وسيكون ردها موصوفا أيضا وسيشهد العدو وجنوده وشعبه على رد واضح لا حاجة لأحد للبحث عن شكله وكيفيته وتوقيته ومكانه سيكون أمام الجميع وخصوصا أمام قيادة المقاومة ما تحتاج إليه من وقت لرسم الإطار المنطقي لما جرى أمس بالقرب من الجولان وهو الإطار الضروري لرسم إطار الرد المطلوب ولوضع السياق له يناسب حتما مصلحة محور المقاومة قبل أي شيء آخر نبقى في الأخبار وفي إطار مختلف تحت عنوان عين الحلوي بين أبو محجن والشهابي تقول أمال خليل أمير فتح الإسلام أسامة الشهابي انتفض في خطبته من أجل موقف سجن رومي بعد العملية الأملية التي أخرجتهم قبل أسبوع من معقلهم في المبنى باء وقطع التواصل معهم ومع أمراء آخرين وقال ألا قاتل الله وزراء داخلية العرب جميعا وأخص بالذكر وزير الداخلية لبنان الذي هاجم إخواننا العزل بالطائرات والدبابات والمللات لأن جريمتهم أنهم يقولون لا إله إلا الله ولا يريدون أن يعملوا لا مع السعودية ولا مع إيران واستهزأ من وصف الوزير نهاد المشنوق عملية رومي بناصر مؤذر متسائلا هل قاتلت اليهود أو هل قاتلت اليهود وأقفلت مخابراتهم أم أقفلت سفرات فرنسا وأمريكا أو هل قاتلت النظام السوري وأعوانه لتعتبره نصرا وعد الشهابي الموقوفين خيرا وتشير مصادر أمنية من داخل المخيم للأخبار إلى أن القيادي في كتائب عبدالله عزام توفيق طاها التقى حينها الشهابي والإسلامي بلال البدر وقيادات من فتح الإسلام وجند الشام لمناقشة احتمالات المساندة وجرى البحث في توجيه ضربة لمراكز الجيش المحيطة بالمخيم أو استدراج قوى إسلامية ووطنية داخل المخيم إلى اشتباك عسكري أو الإعداد لتنفيذ عمليات أمنية خارج المخيم وعزز وصول كل من شادي المولوي ثم أسامة منصور ومحمد العارف ومحمد الدوخي خردق وأبو محمد الشيشاني وغيرهم إلى عين الحلوي الاقتراح الأخير وبحسب المصادر فإن تلاقي طاها والمولوي ينتج تعاونا مثمرا في نطاق التجنيد داخل المخيم وخارجه والتخطيط والتنسيق لتنفيذ عمليات أمنية خارجا ويقيم المولوي في التعمير مع رامي ورد وفضل شاكر ومحمد العوجي كادر عسكري لدى الأسير فيما تتنقل زوجته بين حي وآخر لإبعاد الشبهة أما طاها فيستقر في المنشية بجوار مسجد النور منذ السنوات فيما ينزل منصور في ضيافة البدر في حطين تضيف أمال خليل وأوضحت المصادر أن أبو محجن يمون على فضل شاكر وأحمد الأسير لكن لا مونة له على الضيوف الجدد الذين يحردون على عصبة الأنصار الإسلامية إلى حد تكفيرها بسبب علاقتها مع أجهزة الدولة واستخبارات الجيش التي تؤمن لكل من أبو طارق السعدي وأبو شريف عقل خروجا من المخيم متى يشاءان برغم أنهما مطلوبان فضلا عن تواصلهما مع حزب الله أوساط العصبة تطمئن إلى أن الوضع في المخيم يبقى تحت السيطرة أما بالنسبة إلى العمليات الأمنية التي يخطط لها داخله فلا أحد يمكنه أن يسيطر عليها في الإطار نفسه وإلى الرأي الكويتية التي لفتت مصادر معنية بالملفات الأمنية لها إلى أن حصول تحركات واعتصامات قامت بها جهات متشددة كجند الشام أول من أمس في مخيم عين الحلوي تحت شعار استنكار الخطة التي نفذت في سجن رومي حملت رسالة واضحة إلى الجيش والقوى الأمنية حيال أي خطوة تتخذ ضد المخيم وأشارت إلى أن ثمة اتصالات بدأت منذ أيام بين السلطات المعنية والجهات الفلسطينية الإسلامية في المخيم للبحث في مخرج يكفل تسليم المطلوبين من دون عنف وإراقة دماء وأن كرة المأزق هي الآن لدى القوى الفلسطينية وفعاليات عين الحلوي التي سيتعين عليها أن تحسب بدقة لمحاذير عدم تسليم هذين المطلوبين وأيضا أشارت هذه المصادر أو تقول الرأي علما أن المصادر لم تجزم بأي وجهة قد تلجأ إليها السلطات العسكرية والأمنية في حال رفض أو تلكؤ فعاليات المخيم بتسليم المطلوبين معتبرة أنه ما يزال مبكرا للحديث عن بدائل من خيار تسليم المطلوبين الذي يعطي الأولوية حاليا في الاتصالات الجارية بين المعنيين لكن في حال إخفاق هذا الخيار فأنه تم تخيارات أخرى موضوع على الطاولة سيبدأ البحث فيها جديا ولا يكون تراجع عن توقيف المولوي ومنصور مهما حصل عن توقيف المولوي ومنصور مهما حصل هذه المصادر الأمنية أعربت للرأي عن اعتقادها أن الدولة اللبنانية ستتمكن من توقيف المولوي ومنصور في النهاية لأن أحدا في عين الحلوي لا يتحمل تبعت زج المخيم في واقع شديد التعقيد بعدما ثبتت عملية طوريت المخيم بالعمليات الإرهابية عبر توفير المأوى واللجوء للمطلوبين وسواهما من مطلوبين آخرين في عمليات إرهابية وأوضحت مصادر فلسطينية أنه جرى الاتفاق على خطوتين عمليتين الأولى تشكيل لجنة مصغرة للتواصل المباشر مع المجموعات الإسلامية التي تتهم بإيواء المولوي ومنصور ووضعها أمام مسؤوليتها كاملة والثانية التحرك نحو المسؤولين اللبنانيين ولقاء وزير الداخلية نهاد المشنوق لتوضيح الأمر وتأكيد أن عين الحلوي وقواه السياسية الوطنية والإسلامية ترفض إيواء أي مطلوب يسيء إلى الأمن والاستقرار في لبنان تحت أي عنوان واستبعدت مصادر فلسطينية أن تصل الأوضاع في عين الحلوي إلى مواجهة عسكرية مع القوى الأمنية اللبنانية رغم خطورة الموقف بعدما دخل المخيم في ورطة أمنية حقيقية هذه المرة بعد المعلومات الرسمية اللبنانية واعترافات الموقفين لدى الجيش اللبناني بأن من جند الانتحاريين لتنفيذ تفجير جبل محسن هما المولوي ومنصور من الرأي الكويتية ننتقل إلى الجمهورية كتب عبدالله بارودي سارع إلى احتضان السنة يقول يعيش السنة في لبنان هذه الأيام حالا من الإرباك والتشويش نتيجة التشويه المتعمد الذي تقوم به بعض الجهات المحلية والإقليمية لأهداف وغايات سياسية ما يجعل أبناء هذه الطائفة في موقع رد الفعل عوض القيام بفعل التأثر بالفعل والتأثير الإيجابي على مجتمعهم ومحيطهم المحلي يضيف عبدالله بارودي طيار المستقبل وعلى رأسه الرئيس سعد الحريري قام بكل ما يمكن القيام به لاحتضان سنة لبنان في محاولة دائمة لإبعادهم عن خطر الانطواء والتفكير بالانقلاب على تاريخهم الوطني عبر اللجوء إلى أحضان تنظيمات متطرفة تحاول في الدرجة الأولى الاعتماد على المفردات والعواطف والغرائز الدينية لجذبهم ومن ثم إظهار نفسها في موقع المدافع الأول عن الطائفة السنية من خلال الانتقام للمظومية اللاحقة بأبنائها وتعامل الدولة معهم على أساس أنهم رعاية أو مواطنو درجة ثانية إلا أن اليد الواحدة في مثل هذه الظروف لا يمكنها أن تصل إلى مبتغاها من دون أن تقابلها يد أخرى تلتقي وإياها على الأهداف والمبادئ والمرتكزات نفسها يضيف عبدالله بارودي لا يمكن للحريري مهما بلغ نفوذه المحلي والإقليمي والدولي ومهما بلغت ثروته المالية وإصراره على التمسك بنهج الاعتدال الذي أرساه والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري أن يستمر في رعاية بيئة الحاضنة من دون أن يرى أمامه وفي الضفة المقابلة قيادات وأحزاب وتيارات تلاقيه في التوجه نفسه من خلال تقديم المصلحة الوطنية على مصلحتها الحزبية والسياسية والطائفية والمذهبية الضيقة طبعا تفاصيل أكثر في الجمهورية في هذا المقال لعبدالله بارودي نختم مع الشرق الأوسط ومعلومات مهمة أورادتها من إربيل دالشاد عبدالله عن الأزيديين تقول في الشرق الأوسط نقلت حكومة أقليم كردستان العراق أمس نحو 200 من كبار السن والمرضى الأزيديين إلى محافظة دهوك بعد إطلاق صراحهم من قبل تنظيم داعش خلال اليومين الماضيين الشرق الأوسط التقت بعضهم وتحدثوا عن معاناتهم خلال أسرهم من قبل التنظيم المتطرف فقالت أحد السيدات وهي مسنة تبلغ من العمر سبعين عاما كان عددنا عشرين فردا وتم سجننا نحن النساء في مدرسة ثم نقلونا إلى سجن بادوش حيث بقينا عدة أيام ومن ثم أعادونا إلى تلعفر مرة أخرى وبقينا هناك نحو شهرين كانوا يعتدون علينا يوميا ويغتصبون الفتيات والنساء كانوا يمنعون عن الطعام لأيام واقترفوا بحقنا جرائم بشعة كثيرة بعدها نقلونا إلى الموصل حيث أخذوا فتياتنا ونساءنا أخذوا فتياتنا ونساءنا الشبات والأطفال والشباب إلى سوريا وأبقونا نحن المسنين فقط أخذوا بنات الأثنتين مع أطفالهما التنظيم أخذ تسع فتيات ونساء وأطفال من عائلة إلى سوريا ولا أعرف مصيرهم تقول دلشاد عبدالله عفوا يعاني الكثير من المفرج عنهم حالات مراضية غالبيتها كانت أمراض جلدية وسوء تغذية وهاجس داعش يلحقهم إذ لا يزال أكثرهم لا يصدق أنه نجى من بطش التنظيم المتطرف ويقول صالح وهو عمره تسعين عاما أن التنظيم اعتقله مع عائلته في قضاء القحطانية وأخذوا منه ثلاث حفيدات أحدهن قطعت شريانا يدها انتحارا أما الأخريان فقد أخذهما التنظيم إلى سوريا تفاصيل أكثر عن الأزيديات وتحديدا في الشرق الأوسط تتابعونها هذا كان كل شيء في جولاتنا